لتحليل المطابعة نضم إلينا من عمانا دكتور محمد دباس الباحث في شؤون الأمنية والاستراتيجية دكتور كيف يمكن الربط بين عملية الإجلاء لعناصر الخوض البيضاء وبين الزحف من قبل القوات العربية السورية في الجنوب وما يقال عن العملية العسكرية في حوض اليارموك يا دكتور سيدي من المعروف أن الخوض البيضاء تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية واللي بيصير حاليا في الجنوب السوري سيطرت للقوات الروسية وقوات النظام السوري للجيش السوري والميليشيات الإيرانية الآن هي تسيطر على شبه سيطرت على الجنوب السوري فتلقائيا مجموعة الخوض البيضاء سينسحبوا والخوض البيضاء من المعروف أن انتمعاتهم مدعومين من جهات غربي وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية في تمويل وفي التدريب وهم موجودين لصالح هذه الدول كغطاء أعطي لهم كخوض بيضاء طيب أعلم هذه النقطة دكتور وأعلم أيضا الدورة الأردنية في هذه العمليات الإجلاء ولكن لا أفهم لما وافقت الحكومة السورية أو حكومة دمشق على مرور هؤلاء آمنين علما بأنهم يتهمون دوما الحكومة السورية بكثير من الأعمال وتحميل المسؤولية أو نظام السوري هذه أو كامل المسؤولية حتى التقارير يقول عنها الدمشقيون إنها مفبركة من هذه العناصر فلما المرور الآمن يا دكتور لهم يسيد هو تسويات تسويات سياسية بتصير بين روسيا من جهة وأمريكا من جهة والدول الموجودة في المنطقة وإسرائيل وأردن وغيرها من الدول الموجودة تسويات سياسية حتى أنه يجلو هذه المجموعة ويتم بالنهاية بعد ثلاث أشهر حسب الاتفاق الملزم القانوني يتم توطينهم في ألمانيا ما هو المقابل هنا يا دكتور؟ هذا دليل ما هو المقابل تسوية سياسية؟ ما هو المقابل؟ هي تسوية سياسية إذن كل دولة من الدول تبحث عن مصالحها الأردن لها مصلحة السوريا لها مصلحة إسرائيل لها مصلحة والدول الغربية لها مصلحة فكل دولة تبحث عن مصالحها من خلال التسويات السياسية التي تحدث على الأرض وبالتالي تم التسوية والاتفاق على المرور الآمن لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم طيب إسرائيل وأنت أعلم يا دكتور محمد تقوم بجميع أنواع الانتهاكات في الدنيا ما الذي تراه في أنها ضلع في هذه العملية عملية الإجلاء؟ كيف من أي زاوية تقرأها؟ أقرأها من زاوية استخبارية هؤلاء الخوذ البيضاء هم كانوا عملاء للجهات الغربية ولهم الغطاء الإنساني كخوذ بيضاء لكن في الحقيقة هم عمال للجهات الاستخبارية الغربية هدفهم الرئيسي وواجبهم الرئيسي هو جمع المعلومات وتمريرها للجهات الاستخبارية الغربية أشكرك ضيف منا عمان دكتور محمد دباس الباحث في أشؤون الأمنية والاستراتيجية أشكرك دكتور على ما تفضلت به اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر